كان أحد أعلام التجديد بين أقرانه من علماء الأظهر الشريف في عصره وكان أول من دعا إلى إدخال وتدريس المذاهب الشعية كالزيدية وكالجعفرية في الأظهر الشريف هو فضيلة الشيخ محمد محمد المدني في مصر أرض المجاددين تمثل مشروع التجديد عند الشيخ محمد المدني في الاهتمام بالمنهجية والمعرفية والاهتمام بالعلم وتطويره وإبراز الأفكار التي يمكن أن نستفيد بها من الطراظ وكان في تآليفه مشاركاً في الاتصال الجماهري اشتغل بالتقريب بين المذاهب حتى نصل إلى وحدة المسلمين رحمة الله عليك يا شيخ الشريعة برحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة أهلاً بفضلاتكم أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً صاحب الفضيلة أولاً بفضلات الشيخ محمد محمد المدني كيف كانت النشأة العلمية ليه خصوصاً وهو حفظ القرآن الكريم صغيراً وتنقل حتى في السنوات الدراسية بشكل سريع أسرع من المعتد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا كان من العلماء المتميزين فضيلة شيخنا وشيخ مشيخنا الشيخ محمد محمد المدني ربنا أتاه ذكاء خارقاً دخل المعهد وكان ساعتها ناظر المعهد أو مدير المعهد أو شيخ المعهد يسموه كان الشيخ الزوهري الذي صار إماماً وشيخاً للمسلمين وشيخاً للأظهر فيما بعد الشيخ الزوهري كان برضو يعني عنده شيء من الثورة على الأوضاع وتصحيحها يريد دائماً الإصلاح والتصحيح فلما درس لمحمد محمد المدني لقاه نابغة عبقري زماني آه لا طب الأفراد دول القلة اللي زي الراجل ده هو ليه إحنا ما نعملش نظام يوفر عليهم السنين ولا نعطلهم فيما هم قد تجاوزوا يعني هم دلوقتي في سنة تانية ومش في سنة تانية ده دا يصح يكون في سنة عشرة ما هماش في السنة دية لأنه زكاؤه وتحصيله وعيده النظام اللي هو بيفكر فيه الشيخ الظواهري معمول به الآن في الولايات المتحدة وفي بعض النظم في استراليا وفي انجلترا اللي هو أني أنا أعمل حاجة للمتفوقين جنيس العباقرة دول لوحدهم علشان نستفيد منهم وعلشان ننمي هذه المهارات ولا نعمل من غير لا ندري على قتلها كان من الجماعة دول اللي نفس فيهم الشيخ الظواهري مراده محمد محمد المدني ولذلك اختزل كثيرا من السنين وأصبح فجأة بدلا من ابتداء بقى في آخر السنوية ووفر هذه السنين وكان متميزا أيضا في تأليفه وظل الشيخ محمد محمد المدني وهو من مدرسة الشيخ شلتوت الشيخ شلتوت طبعا يسبقه في العمر فكان الشيخ شلتوت مع محمد محمد المدني وينضم إليهم بعد كده منصور رجب وعبد العزيز عيسى والشيخ عبد الله المشد رحم الله الجميع كانوا عاملين زي مدرسة واحدة كده ويمشوا مع بعض ويروحوا مع بعض ويعودوا مع بعض ويذكروا مع بعض بالرغم إن أسنانهم متفاوتة في فرق في السن فبالرغم من كده لكن كان الزعيم بتاعهم أو الشيخ بتاعه والشيخ محمد شلتوت فمحمد محمد المدني لو جينا نبحث عن مشروعه التجديدي فلازم نفهم برضو جانب من حياتي أولا هو مؤلف لا يشق له غبار ونشر كثير من الكتب وبعض الكتب لم تنشر وهي في سبيلها إلى النشر إلى الآن إلى الآن نحن محتاجين نسمع المشروع بتاع الشيخ محمد المدني ولذلك تجد هيئة كبار العلماء بتجمع كتبه وتجمع مقالاته وتحاول إنها تنشئها في ما يسمى بالمجموعة الكاملة الدرجة دي كان عنده غزارة إنتاج علم؟ كان عنده غزارة إنتاج حتى الألم يطبع منها كثير وكان عنده أفكار وكان عنده تطوير لمنظومة التعليمية الشيخ محمد محمد المدني هشرح لسيادتك وللمشاهدين الكرام أنه تولى مشيخة مشيخة كلية الشريعة فأدخل فيها جانب القانون اللي هو تمناه زمان الناس عبد الرزاق الصنوري مع عزام اللي كان ماسك جامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام عبد الرحمن عزام كانوا يريدون إن هم ينشئوا مكتهد وعملوا لكده معهد للدراسات علشان يدرس كيف تكتهد إيه الأدوات اللي يابد عليك أن أنت تذكرها عشان تكتهد فدخول دراسة القانون الشريعة كان على مفارق مين اللي عملها؟ محمد محمد المدني لما دخل كلية الشريعة وجد المشايخ عندهم خصلة عايز يخليهم من السبوه إيه هي الخصلة؟ إنه يكفي كتب الأخدمين يعني بلاش نألف جديد لأنه جف القلم ورفعت الصحف وانتهى الأمر فقالهم لا العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة ولابد عليكم يا مشايخ إنكم إنتوا تكتبوا فكل واحد يكتب لي ولو كتاب وإيه رأيكم بقى في هذا؟ فيعني المشايخ ما التفتوش إلى هذا؟ يعني إيه ده ابننا محمد محمد المدني وفي بقى مشايخ كبار في الموجودين يا ابننا يا أخونا فالمهم ما ارضيوش يكتبوا وتكسروا في كازة إلى خيره وكتب بعضهم فقالهم طب إيه رأيكم ما فيش ترقية إلا تقدم كتابه فهو أول من أدخل قضية الترقية وأن الباحث لابد يكون من المهد إلى اللحد ومع المحبرة إلى المقبرة زي ما بيقول ففعلا أثر هذا في النتاج العلمي ووجدنا من كان يعني يتحرج من أنه يكتب كتب والغريب أنهم كتبوا كتابات رائقة فائقة أفادتنا وبنتنا علميا وفهمتنا التراث يبقى أيضا الرجل ده عنده مشروع تجديدي وينشأ هذا المشروع التجديدي في قضية المنهجية وقضية التراث وقضية تطوير التدريس الذي هو مهتم بالواقع أدي دي أول حاجة ثاني حاجة راح مع فريق برضو الشيخ محمود شلتوت وتولى رئاسة سنة تسعة وأربعين تحرير مجلة رسالة الإسلام التي كان موضوعها التقريب بين المذهب السني والمذهب الشيائي تعالوا يا جماعة تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ونجلس ونشوف إيه الإشكالات اللي إحنا بيننا وبيننا جلس الشيخ رئيسا لتحريرها 15 سنة 15 سنة من سنة تسعة وأربعين تعد الغاية سنة أربعة وستين الخمستاشر سنة دول صدر فيهم 15 مجلد كان كل ثلاث سوري الظرو مجلد كتب فيها علماء الشيعة وكتب فيها علماء أهل السنة يا جماعة عايزين نتحد أمام العالم عايزين ما يبقاش يعني إسلام بحرب إسلام فكريا أو واقعيا واستطاعوا أنهم يحلوا المشكلات التي بين المذهب الشيعي والمذهب السنة هذه خطوة جبارة تجديدية لم تقف عند استجرار الماضي وإنما تعدت إلى حل المشكلات ده تجديد ومنهج تجديدي القصد منه مع إدراك الواقع ووضع المنهجية ووضع منهجية للنقاش هذه المنهجية التي للنقاش إلى الآن سائرة فيما بيننا وبين المذاهب وبس مش المذاباء الجعفري بس سائر المذاهب الإسلامية وفي النهاية واحدة وفي النهاية كلمة سواق نسير عليه كل ده من مجهود محمد محمد المدني ولذلك تجده ألف في التقريب أيضا كتاب ضخم طبعه له مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عظيم طيب أساسا فضلتك يكون باقي ملامح هذا المشروع بعد الفصل شكر الله حضرتك أرجوكم انتظرونا بعد الفصل موسيقى مركز ومدينة المحمودية الاسم الذي ارتبط بترعة المحمودية أحد أهم شرايين نهر النيل في مصر ويطل على أحد أفرع نهر النيل العظيم فرع رشيد فوسط هدوء المدينة وبشاشة أهلها وطيبتهم ولد ونشأ الإمام محمد محمد المدني أحد أبرز علماء العصر الحديث والذي يعد من أعلام المجددين في مصرنا الحبيبة كل طالبة العلم وتقريباً معظم طالبة الأزهر عندهم الشيخ المدينة ده قدوة النفسهم اللهم يحصلوا علمه ويوصلوا إلى المكانة اللي هو وصل لها أن الشيخ المدينة كانوا وصل إلى مكانة مرموقة جداً 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 وداخل المسجد الكبير أحد أقدم مساجد المدينة والذي يعد شاهداً على العديد من العصور كان ملتقى لطلاب الشيخ محمد المدني الذين تتلمذوا على يده ونالوا من عينه وفيده الكثير كما أن أحفاد الإمام المدني قاموا كذلك بإنشاء مسجد يحمل اسمه على أطراف المدينة تميزه من مسافة بعيدة كونه وسط مساحات كبيرة من الأفدنة المزروعة بخيرات هذه الأرض مرحب بفضيلة العالم الجليل وفيد الدكتور علي جمع مرة أخر أهلاً بكم مولانا أهلاً وسهلاً بكم مولانا الحديث متواصل حول فضل الشيخ محمد المدني وعيش أتوقف مع حضرتك على ما كتبه بمناسبة مرور ألف عام على إنشاء الأظهر الشريف وكان بيقارن ما بين مضي وحاضره وفقال إن لي وجه يثير الإعجاب والفخر والوجه الآخر يثير الهم والاكتئاب يا طرى ليه قال كده؟ ابتغاء التحسين المستمر ابتغاء الوصول إلى يقولك الإدارة بالأهداف لا ترضى إلا بمئة في المئة أما تسعين في المئة دي ما تنفعناش تسعين في المئة لو جابها الطالب يجيبي امتياز أو الأظهر جاي بامتياز ولكن بقسة ومرحوا فين العشر درجات بس دول اللي جيبوا الهم والاكتئاب وهم دول هم من شدة تمسك الطالب بكل درجة وعدم استهانته بها وتعظيمه للأمر في شأنها فبيحصلوا على طول إنه عايز يجيب مئة في المئة ده لا يمكن أن نفهم منه أنه قد قصر تقصيرا يشبه العمد أو أنه انهار واضمح الله وكذا إلى آخره أبدا لا هو بيؤدي مهمته لكن يمكن أن يؤدي أفضل من هذا وممكن أن يؤدي أكثر من هذا وممكن أن يؤدي أعلى من هذا ومساحة جغرافية أكبر من هذا أنت الأظهر عندك مئة وثلاثة دولة ديهم طلبة عندك الأظهر من أولاده ومن وصلوا إلى رؤساء جمهورية صحيح في بلد والتانية والتالتة بلها بقى سيبك من رئاسة الغزرة ولا قيادة الجيوش ولا كذا إلى آخره حصل هذا هولي بوونديا للمسك الجزائر كان أزهاري أحمد بن بيلا كان بالدرسة في الأزهر فإذا كلام الشيخ كلام واضح وهو أنه هذه الإشراقات والإضاءات لذلك المعهد العريق العتيق الذي تطاول على الزمان يجب معه أن تكون الدرجة مئة في المئة فإذا نظرنا نظرنا بعدل وإنصاف لا ما وصلناش لمئة في المئة يبقى هم وغم ومسؤولية يجب علينا أن نهتم بها لا أن نتغاضى عنها ونفرح بمقابلها وإن كان مقابلها كثير هذه الحكاية فالشيخ محمد المدني في جهة تطويره للمنظومة هو كان هكذا لما يدخلوا يلاقي علماء الشريعة ما عندهمش كتب طب ما ينفعش من ناحية الأكاديمية من ناحية المشيخية ينفع نحن عندنا طريقين للتدريس طريقة بنسميها المشيخية إن الشيخ يؤد ويقرأ الكتاب ويفاهمك ويعمل كذا وطريقة الأكاديمية طريقة الأكاديمية دي فيها الشهادات وفيها امتحانات وفيها منهج وفيها كتب وفيها 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 فهو عايز يحول المشيخية إلى أكاديمية مش مساعدينه المشيخ فيضطر أنه يحط القواعد جديد كل حد يكتب كثير أدي الهم اللي هو بيتكلم عنه طب المشيخ أنا أسف المقطع يعني بس المشيخ إذا استقبلوا وقتها في الأظهر فكرة إدخال التدريس المذهب الزيدي والمذهب الجعفري يعني هل دا كان أمر سهل؟ لا هو لأنه الأولا لما نقولك إن الحكاية بدأت من قبل سنة تسعة واربعين ولغاية ما جه الشيخ الصدوق القدمي رحمه الله تعالى وجاء بما يمكن أن ننشئ به مجلة فأنشأنا رسالة الإسلام في القاهرة وظلت موجودة 15 سنة كل الأشياء دي أتاحت لعلماء الأظهر أن يعبروا عمه في أنفسهم وأن يسألوا وأن يتلقوا إجابة فقربت المسافات بطريقة علمية والسبب في ذلك محمد محمد المدني الناس بتتلقى دا إزاي؟ طبعا حسب أولا مشارب لكن إحنا بنكلم على الجمهور الجمهور وافقا لدرجة إن الشيط محمود شلتود أصدر فتوى باعتماد المذهب الجعفري في العبادة وكانت هذه الفتوى تلقى قبولا كبيرا جدا وإن لم تكن قد أثرت في القاعدة إحنا كنا نريد بدل حوار النخبة اللي حصل سنة 1949 إن النتائج بتاع حوار النخبة دا كان ينزل للقاعدة ولذلك إحنا عايزين ما يتفق عليه في النخبة نعم الوسائل لإيصاله إلى عموم الناس والقاعدة صح وده اللي بنسميه وبنعبر عنه نقولك التأصيل فالتوصيل صحيح يعني أصل وانتهي من تأصيلاتك وأبرجك العاجية اللي هتعد تناقش فيها العلم والعلمة والمشاكل وطلع لي نتيجة نزلها للناس بقى صحيح مش تطلع لي نتيجة وتركينها في أضابير المجلات وأرفوا في الكتب عايزين دا الشهد والعسل المصفى دا يصل إلى الناس علشان يتمتعوا به وبحلوته قطع يبقى إذا دي قضية هنسميها التأصيل والتوصيل نعم الشيخ محمد المدني قام بالتأصيل ودي حاجة في عصره وفي وحتى بعد عصره تعد مسألة أساسية وشرارة أولى لتوليد مسيرة العلم والإسلام والمسلمين طب كان ليه مؤلفين في الزواج واحد على رأي جديد في تعادل الزوجات والآخر الزواج والطلق في الإسلام وكان ليه رؤى في مسألة تعدد الزواج أو الزوجات هو المسألة إنه الممطلق ما هو قراءة جديدة للنصوص وده جزء لا يتجزأ من تطوير العلم وتطوير المناهج العلمية القراءة الجديدة للنصوص كان ضمنها هذه المسألة وهي يا جماعة هو التعدد هو الأصل ولا الانفراد هو الأصل فتكلم عن عوائد الشعوب وعن اختلاف الأحكام وعن أشياء كثيرة من هذا القبيل وخالصة في النهاية إلى أن التوحد هو الأصل امرأة واحدة تكفي بسموها ساعة التوحيد التوحيد من الموحدين من الموحدين ليه هذا الكلام؟ ليه يعني ده كلام نجد ليه أثار عند الشيخ الشعراني لما كان بيقول ومما من الله به علي أنني لم أتزوج على زوجتي ليه؟ قال حتى لا أكثر بخطرها إيه ده إيه؟ ده فاهم عميق فاهم عميق للنفس وفاهم عميق للاجتماع البشري نمر اثنين أن سيدنا رسول الله لما كانت عنده أسرة امرأة وأولاد ما تزوجش عليه صحيح ده تزوج بعد وفاة خديجة بأمر الله سبحانه وتعالى لأمور كنه فكان هو يرى أن التعدد يعني زي استثناء وليس هو الأصل وده متبنيه كثير جداً من العلماء شكر لفضلتك شكراً جزيلاً هذا الإضحار في سيرة العالم الجليلة الشيخ محمد محمد المدني شكراً مولاي شكراً لكم شكراً لحضرتك شكراً بوصول لحضراتكم وإلى اللقاء شكراً لكم